بسم الله الرحمن الرحيم من تطبيقات التكامل الأساسية اللي هو حساب المساحات تحت المنحنيات خلينا نوقد الأمثلة هذه قدمنا في العرض الماضي يعني فكرة عن كيف نحسب المساحة بين منحنة الاقتران ومحور السينات الآن لو كان عندي اقترانين زي ما هم واضح عندي Y بتساوي 4X ناقص X تربيع و Y بتساوي 3 و أنا حبيت أطلع اللي هي المنطقة مساحة المنطقة المظللة هاي المنطقة المظللة اللي قاعد بشوفها قدامنا بنا نعرف كم مساحتها خليني بالأول أود ديكم على الجو جبرا أشوف أنه كيف أنا ممكن أعمل هاي العملية ببساطة أنا دقلت الفونكشن الأولى هياتها F of X 4 ناقص X تربيع والفونكشن الثاني اللي هي G of X بالساوي 3 ولو خط مستقيم يوازم أحور السينات وعرفت قيمتين اللي هم A و B أول نقطة صراحة حتى أقدر أحسب مساحة المنطقة المظللة أني لازم أطلع نقاط التقاطع اللي احنا راح نشوفه كمان شوي جبريا لكن إيش الفونكشن اللي موجودة في الجو جبرا بتساعدني أطلع الانتقرال هذا ببساطة بتجي على الانبوت هون وبتكتب كلمة انتقرال انتقرال شوف أطاك انتقرال في أطاك هون إيش between function function start point start value end value إذن أنا أختار هذا أول فونكشن عندي هون إيش هي اللي هي F والفونكشن الثانية عندي اللي هي G من بس بكتب يعني هون أنا بكون مدخل الفونكشن الثانية already وبقدر أغيرهم بعدين من خلال اللي هو التغيير البسيط هون راح أسمي A و B اللي هما السلايدرز اللي أنا معرفهم هذول بكونوا numbers يعني أنا بدياهم من عند A small a لعند small b هاي بس عشان تعرفوا كيف بنحسب من خلال أو بنستخدم الجو جبريا يساعدني على هاي العملية طلع بس تعمل enter شوف أعطاني هيك طب ليش أعطاني هيك طب أنا ما بدي هاي المنطقة أنا بدي المنطقة المظلة اللي هون اللي بين الاخترانين ببساطة بغير الحدود فأخنا نشوف مثلا A هون أنا متوقع نتيجة عند واحد فبخلي A قيمتها واحد شوف كيف بس أغير وبخلي بي قيمتها كم هون راح تكون ثلاث ولا راح نشوف انه فعلا انه عند الثلاث اللي استفدتوا أنا من هاي العملية شايفين هاي C اللي طلعت معاي هون هذه هي قيمة التكامل اللي راح يطلع اللي هو 1.33 وبنقدر رسا نتأكد جبريا انه هذا الكلام صحي بس هنا تعلمنا كيف نستخدم الجي جبرا عشان نطلع مساحة مساحة لمنطقة بين منحنيين خلينا نرجع للمسألة ونحلها جبريا أول خطوة بانه نجد إحداثيات النقاط A و B وطبعا هذه ببساطة انك بتسوي الاقترانين في بعض وبتحلو كمعادلة 4X ناقص X تربيع تساوي ثلاث الآن زبط المعادلة خليها بالصورة العامة بتصير X تربيع ناقص 4X زائد ثلاث تساوي صفر بنحلل أو بنروع المميز وبنحلو على القانون العام إذن هنا XX هون ثلاث هون واحد هون ناقص ناقص إذن إما X تساوي واحد or X تساوي ثلاث وهذا نفس الكلام اللي أنا طلعته في الجي جبريا قبل شوي الآن ببساطة هتطلع الشيدد أريا اللي هو راح أجيب التكامل من واحد إلى ثلاث أيوة لا إيش هنا بدأ يكون للاقتران الأعلى ناقص الاختران الأقل طبعا لو الرسم مرسوم قدامي سهل جدا أعرف مين الأعلى ومين الأقل لكن أفرض ما كان مرسوم وأنا مش عارف أرسمه إيش بسوي فعل حالي بطرح الاقترانين من بعض يعني هو راح يكون يعني باختصارك راح يكون القاعدة العامة تكامل من A ل B لهم حدود التكامل ل F ناقص G بعكس بغض النظر مين F ومين G يعني مين الأعلى لكن بالنهاية راح يحطها في مطلق إذن القاعدة العامة عندي راح تكون تكامل من حدود تكامل A ل B هي نقاط التقاطع أو المنطقة اللي هو طالبها منك في السؤال لا الاقتران الأول ناقص اقتران الثاني لو كان G ناقص F ما بفرق أنا اللي بهمني في النهاية الجواب اللي بيطلع بنوخذ مطلقه يعني إذا طلع بالسالب بنحطه موجب لأنه المساحة لا يمكن أن تكون سالبة التكامل ممكن يكون سالب لكن المساحة لا يمكن أن تكون سالبة يلا نكمل هنا الحساب راح نأخذ اللي هو أربعة X ناقص X تربيع اللي هو الاختران الأول هذا F ناقص G اللي هو ثلاث هذا و G الكل هذا لدي X وبتصير بس عبارة عن عملية حسبة عادية زي ما سوينا في المسائل السابقة فبصير عندي أربعة X تربيع على ثنين يعني ثنين X تربيع ناقص X تكعيب على ثلاث ناقص ثلاثة X والحدود من واحد إلى ثلاث فبصير عبارة عن عملية تعويض مباشر ثلاثة تربيع تسعة في اثنين ثمنتاش أنا قاعد بحسب اللي هو التعويض بالحد الأعلى سبعة و عشرين على ثلاث فيها تسعة ناقص تسعة ناقص تسعة هذا كلها تو التعويض بالحد الأعلى ناقص نعوض هنا بواحد اثنين ناقص ثلث ناقص ثلاث وبنطلع الجواب النهائي راح يطلع نفس القيمة اللي طلع لنا يا هالكمبيوتر ننتقل على السؤال الثاني ناخذ الفكرة تبعته ناخذ المسألة كلها تقريبا نفس الأفكار لو لاحظوا هنا كيف المنحنة الأول اللي هو اثنين X تربيع ناقص خمسة و عشرين والمنحنة الثانية اللي هو X تربيع وأنا بدي مصاحة المنطقة المضللة بينهما هاي المنطقة المحصورة اللي هون فببساطة يعني أول شيء لازم أجيب نقاط التقاطع إذا هو ما طلب نقاط تقاطع طلب مثلا أنك أنت تطلع مثلا من تكامل من صفر إلى مثلا نقطة تقاطع معينة وبكون حاكي لك إياه إذا ما حاكي لك إذا أنت مضطر تجيب نقطة التقاطع أو نقاط التقاطع ناقص خمسة و عشرين اللي هو المنحنة الأول بساوي X تربيع يلا نحل المعادلة فبصير اثنين X تربيع ناقص X تربيع يساوي خمسة و عشرين ومنها X تساوي زاد أو ناقص خمسة إذن هذه رح تكون عبارة عن ناقص خمسة وهذه رح تكون عبارة عن خمسة طب هنا ممكن واحد يفكر بطريقة مختلفة شوي يقول طب أنا مدام فيه تماثل في الشكل طب ليش أحسب من سالب خمسة لخمسة ليش ما أحسب من صفر لخمسة و أضرب في اثنين دعم كمان صحيح إذن هنا الأيريا رح تكون عبارة عن اثنين ضرب التكامل من صفر لخمسة للإقتران الأعلى اللي هو X تربيع ناقص الإقتران اللي هو اللي تحت X تربيع ناقص خمسة و عشرين كله DX وبعمل عملية الحساب وبكون أنهيت السؤال بشكل كامل بترك الحساب لكم بسيط جدا الحسابات و كلها يعني اقترانات سهلة ما فيها أي صعوبة يلا بنفس الطريقة ناخذ كمان مثال اللي هو رح نقول 7X ناقص 2X تربيع تساوي 3X يلا حل المعادلة 2X تربيع ناقص 7X زائد 3X تساوي صفر و منها 2X تربيع ناقص 4X تساوي صفر خذ 2X عامل مشترك بظل عندي X ناقص 2 تساوي صفر إذن إما X تساوي صفر أو X تساوي 2 إذن هو من صفر إلى إذن هذه نقطة التقاطع اللي هون رح تكون هي عبارة عن 2 إذن رح تجيب بس ببساطة هنا التكامل من صفر إلى 2 للاختران الأعلى من هو؟ اللي هو التربيعي اللي هو 7X ناقص 2X تربيع ناقص 3X كل هذا نعمله DX وبعدين بنعمل التكامل بنحل السؤال الآن هذا المثال رح أتركوا لكم كواجب تحلوه و تطلعوا اللي هي النقاط التقاطع وبعدين تعملوا الحساب و ممكن هون تستغلوا فكرة أني أعمل التكامل من صفر إلى اللي هي نقطة التقاطع وبعدين أحسب التكامل و ضربه فيه 2 بيطلع للأريا المحصورة بين النقطتين هذول يعني لاحظوا هنا الأمثلة أيضا مكررة وبنفس الطريقة و تطلعوا عليهم و تعملوا حل إلهم كتدريب على هذا النوع من المسائل بإمكانكم تتأكدوا أنه حالكم صحيح أنك تأخذ نس هذه الإقترانات تحطها على برنامج الجوجبرة زي ما تعلمنا عليه و نغير هون بس الإقترانات اللي موجودة و نتأكد أنه هل القيمة اللي طلعناها كانت صحيحة أم غير صحيحة و هذه هي المسائل حتى تقدر تشوفوها مرة ثانية و تقدر تحلوها كتدريبات